نهن الزميلة دايلة بالخير على تنصيبها اليوم مديرة أخبار لقناة الشوروك نيوز لكل مجتهدين نصيب الجميع يعلم اجتهاد دايلة بالخير في العمل المتابعة اليومية في العمل والصهر أيضا الجميع يؤكد ذلك سواء إذا كانت هنا حاضرة أو في المجموعة عبر تطبيق الواتساب تنصيب وتكليف لها وأيضا تشريف لأنه مديرة أخبار لمجمع الشوروك نيوز والكل يعرف ما معنى أن تكون مديرة أخبارا لقناة الشوروك نيوز نفس جديد في شهر سبتمبر القادم سنكون مرافقين لها بالعمل والاجتهاد والتوفيق للجامعة مبروك لي ديلا بالخير زميلة المجتهدة المثابرة معنا كصحفيين دائما تسعى أوراق الخبر تسهر معنا حتى لساعة المتأخرة تقول الخدمة كيفة مشيت ما مشيتش يعني تبع في صغيرة وكبيرة يعني تستهل المنصب هذا يعني شهر سبتمبر إن شاء الله سنكون ندعمين لها ونساعدها في الخدمة ونعاونها في العمل خاصة أنه شهادة جاتنا عند حجر رشيد اللي هو ثاني عطاها كامل المسئولية هذه يعني مش بالسهل وإن شاء الله يربي وفقها في هذه المهمة هذه نهنأ للأستاذة وزميلة دليلة بالخير على هذا المنصب الجديد ومثل ما قال المودي العام هو يعكس مدى الجهود التي قدمتها مودي الأخبار الجديدة لهذه القناة دائما سوف نكون في مرافقة هذه الأستاذة في عملها ونسعى دائما للرقي بالرسالة الإعلامية والإخبارية دائما أهنأ زميلتي دليلة على المنصب الجديد يعني هو منصب تستحقه بجدارة أقول وذلك لما بدلته من مجهودات طيلة عقد كامل هنا بقناة الشروق إذن كل ما نتمنى لزميلة دليلة بالخير هو التوفيق والنجاح دوما أهنأ الأستاذة دليلة بالخير على تعيينها في منصب مديرة الأخبار هو فعلا شهادة أنا شخصيا الأستاذة دليلة بالخير هي من بين أشخاص يدعمه بشكل كبير للصحفيين هي دائما في تواصل صباح وليل حتى ساعات متأخرة جدا يعني إحنا كي كنا في الصباحية يعني كانت تبعتنا على ثلاثة أصباح وخمسة أصباح تبع منذ ساعات الأولى إلى نهاية الأخبار في قناة شروق نيوز هنيئا لها إن شاء الله مزيد من التوفيق ويعطيك صحة هنيئا للأستاذة دليلة بالخير لترقية هذه الجديدة إن شاء الله ربما لا أملك الكثير لأضيف عن مقاله الزملاء لكن ما أعجبني هو أنه فعلا ترقية شابة في هذا المنصب يعني دليل على كفاءات الجزائرية وتثمين على أن هناك شباب جزائري يقدر يكون في مناصب متقدمة في الإعلام فأهل أهل أهلها مرة أخرى شكرا